أعربت وزارة الخارجية عن إدالة مملكة البحرين والسنكارها بشدة لتصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لما له من تداعيات خطيرة على تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية وتهديد حياة المزيد من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء لا سيما من الأطفال والنساء وما يمثله ذلك من انتهاكات صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية حثت الوزارة المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته الإنسانية في الاستجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية 120 دولة بشأن الدعوة إلى إقرار خدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين والأعيان والمرافق المدنية وتوفير السلع والخدمات الأساسية وتيسير المساعدات الإنسانية لسكان غزة بشكل فوري ومستمر وكاف ودون عوائق بما في ذلك الماء والغذاء واللوازم الطبية والوقود والكهرباء ورفض أي محاولات للتهجير القصري للسكان والحيلولة دون تفاقم حالة عدم الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة جددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والداعي إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وأحياء عملية السلام بما يلبي حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلاة باعتباره خيارا استراتيجيا لتحقيق الأمن والرخاء والتعايش والسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط اشتركوا في القناة